سوف نعطينا الصحيح الوضع الحقيقي الآن الذي نعيشه بعد أربع يام من الكنفينمون أو خمسة يام هو خنفهم ومعناها التوى نحن وين بالضبط نحن جايونا التوى هذير الموجة الرابعة نجمون الثالثة والرابعة هذي نجمون نحسبوها الرابعة كما نجمون نحسبوها الثالثة على خاطر الموجة متاع ديسمبر والموجة متاع في أفريد نجمون نحسبوها مقوش عليهم نفس الموجة هذيك في الحقيقة في الحقيقة هو عنا نحن زوز موجات متاع الكورونا فيروس عنا الموجة الأولى كملناها وفينا ورجعنا للصفر وعنا موجة ثانية اللي فيها بلزير بوس فيها طلعات وفيها هابتات كل ما طلعت الإبيديمية معناها شوية اخذيوا شوية إجراءات عاودوا طاحتك الإبيديمية عاودوا رخفوك الإجراءات وقعدنا نلعبوها كيكا عنا عام نحنا وهما في سياسة التعايش هذية معناها هذي هي سياسة التعايش معناها كي تطلع برشا تكبس اطيح تعود ترخف تعود تطلع ونقعد ذات نجم رهي الأحكاية تشتقد معناها عوام تشتقد عشرة سنين تشتقد مئة سنين الوابئات في العالم في التاريخ معناها كيجي كيقعد لك مئتين تلاثة مئة سنين معناها قبل البستو نواغ البستو بيبرني كل معناها الازيبيديمية متاع الكوليغا وكل في العالم اللي يجيوا يقعدوا يقعدوا بريودة طويلة نحن طوى هذي الوابئ هذي هو أول وابئ عنا التكنولوجيا الكافية العلم الكافي بيش نجمو نقضيو عليه نجمو معناها نقلوه كغيمو معناها الوابئ هذي ما بيش نقلوه لازم تضحيات التضحيات هذو ما شنو ما معناها هما الحجر الصحي الشام طوى فما دول عملوا الحجر الصحي الشام هذي عملوا السياسة هذي متاع الصفر كوفيد أكثر حتى من الحجر الصحي الشام شكونهم بربي دكتور بو بير شكونهم عندك الدول الأسيوية الدول الأسيوية كما سشين كما تايلاند الفيتنام اللاوس اللاوس مثلا نعطيك اكزامبل اللاوس اللاوس بلاد هذي فيها سبعة ملايين وستمائة ألف مواطن دخل القومي الخامم تاحها تقريبا اشترد دخل القومي الخامم بتاع تونس عطيني قداش ميت بفاها من واحد مني بدات الجائحة صفر التوا ما متحدد فيها عليش على خاطر قال لك نحنا بلاد فقيرة منيش بش نخاطروا بحياتنا منيش بش نخاطروا باقتصادنا دخل الفيروس هذي هاي نقتلوهم النهار لولو وقتلوهم النهار لولو دوبا ما بديت بدي وعملوا في الجراءات قوية برشا وبعد قادوا محافظين على الحدود متاحهم والتوا معناها هالحيد طبيعية غاديكا برغم لي ما عندهم جباش ديموية قلت لك شتر معناها أفطر منها معناها شتر متان إذن أحنا مطالبين الآن بوصلة الحجر الصحي العام أي نحنا مطالبين أن نمدوا في الحجر الصحي الشامل هذي عخاطر المدة الزمنية بيش نقتلو الفيروس هذي إلي متاع خمسة واربعين يوم على الأقل خمسة واربعين يوم بيش نجمو نرجعو لك السفر حالة كي ما عملنا عمني وقتل رجعنا للسفر حالة تور زكريا بوغيرا يموتوا والبعض من التوانسة بنجوع بطبيعة كي نقعدو خمسة واربعين يوم ما يخدموش شكمش عايش بطبيعة ما ينجموش الشعب التونسي نجمش يتحمل خمسة واربعين يوم هكيكا لا يخدم لا يدخل فلوس وان بلوس يخلص في الكريديات ويخلص في الكري ويخلص في الإلكتريسيتي ويخلص في التليفون ويخلص في معناه ما زلنا قاعدين نجبدو منه أما نقولولو لي ما تخدمش وما تدخل ش فلوس يقولوش يجب الدولة تدخل ماهيش معنى مسؤولية الشعب هذي ذي مسؤولية الدولة كانها دولة بالرسمي وهيدي وين تظهر الدولة الدولة لازم تتحمس وليتها قدام شعبها كيفيش تحمس وليت تصرف تصرف فلوس يتصرف كيف الحكومة موش الدولة الحكومة تقولك ما عنديش فلوس موش صحيح هاني قدلك توا أنا لاوس أفقر منا مرتي وهو نشحوا والتوا ما ميت فيهم حتى واحد القابان ها بلاد معنى ماهيش غنية القابان الميتخيز بخفت موال الابيديمي بتاعها عندهم ميتين واحد ميتوا من اللي بدات الابيديمي ماهيش حكاية غنية ولا فقر حكاية استراتيجية هل نحن الحكيم انتنا عندهم استراتيجية في مأخم عندهم بعض نظر عندهم سكة عندهم يحبوا يتصرفوا بالداولة مانايا وألا جست يحبوا على المناصب على خاطر كين يحبوا على المناصب مانايا الكون حسبراك قاعد يحكم او يلجير كوفيد معنى ها ها السيطول حاليا حسبراك انت يدكتور زكريا بوغير اللي هو اللي هو رائس لحكومة رائس لحكومة هو le احكومة قايا السعيد أيضا على خاطر تكنيكما هم الزوز الواحدين في تونس لعندهم الحق يعلنوا الحجر الصحي الشامل رئيس الحكومة على خاطر رئيس الحكومة وقايا السعيد على خاطر رئيس مجلس أمن القومي وهذه مسألة متع أمن قومي اللي قاعدين نعيشوا فيه وكأن الكوفيد يزيد يتطور راهو تنجم دخلنا في خطر على الأمن القومي بتاعنا الدولة بكلها تنجم تنهار بالكوفيد هذي نحب نعتيك جسد نأكزمبل الامبراطورية الرومانية بكلها أكبر امبراطورية جيت للأرض قتلها وابقرة صارت إبيديمية متاع باست وقتها لأيباك البيوتر عادت من أربع عملين ثلاثمائة ألف وفيت رومان بعدها نتصور نحنا شو يصير في تونس كنا نسيبوه ونخليوه هل نحن مسيبين ولا قاعدين نلعبوا معه لعبة القط والفار نحن قاعدين مسيبين وبلوز ومو نلعبوا معه من خليوش نوصلوا مثلا توا نحن كما جينيش عملنا الحجر الصحي ومعليش عملوه دايغ الحجر الصحي طبع ليش طبع عندهم عشرة شر هم يقولون ليه ليه وحكيف ليه سيدريس حكومة قلت وماش حجر صحي ومش نمشيون واصلوا ومن نجموش وفجأة بين عشية وضوحات غير الخطاب بدل في جماعة في جماعة تبدل كل شيء قبل الجماعة كنسول فيه قال لك الحجر الصحي غير علمي جملة واحدة ردوه غير علمي موش ممبا قال لك ما عنيش فلوس بش نعملوه هو الحاجر ليه ردوه غير علمي ممبا تقلبوا عليش تقلبوا على خطر وصلنا للحيط الحيط متطع لأكسيجين راهو نحنا في تونس وصلنا توا هذي معنى هالليامات اللي فاتوا نكونسوميو مئة وسبعين بالمئة ملي ننجو فيه في اليوم أشقنا جزائريين حلونا جوانحنا والحمد لله إلى متى معناها منعونا معناها معناها ما غيرهم مهورة كانت بش تصير كارثة معناها كفي سفيقس معناها زوز معناها تدخلوا الإطار الطبي وشبه الطبي معناها ليلتها اللي عمل حاجة معناها إغويك بالرسمة معناها نورما ممتع بتاع فليم معناها الحكاية اللي صار يهزوا فيهم في كرهبهم وواحد معناها المرضى يهزوا فيهم معناها وصلوا البرسونال يهز في المرضى في كرهبهم من نسبتار إلى المستشفى العسكري جديد خطر الأكسجين سيد بدي معناها يحكيوا لإصحابي معناها غاديكا في سفيقس كانوا قاعدين هم عندهم جمعة في بالهم معناها أن الأكسجين رأوا ناقص رأوا ناقص ونبهوا معناها الوزارة وكل شي رأوا الأكسجين غير كيفي غير كيفي ما بدأ ممو المرضى اللي كانوا حطين لهم عشرة إطرات أكسجين في الدبوزة معناها في الحيط هذه كمانية تلقى الديبي ما عادش يوصل فهموا أنه سي وصلنا إلى نمو كريتيك لك بش ما يتقص الأكسجين على الإنعاش وكل شي رأس لتنم كل مرضى اللي في السيرفيس معناها متع الميتسين وكل خرجوا هزهم في الكرهب متاح في الامبولانس حتى البيبي وقتها غادي كيفي سفيقس دخلوا دفاسان تلقى أيها معناها بعثوا لزامبولانس وكل شي تحركوا العبادو ومنعناهم معنا كنا هربنا من كيرثة كبيرة الحمد لله لكن هل إحنا نفيقوا أو البلوتاج متاعنا اللي قاد يعني في البلوتاج في القيادة إنشان يفيقوا أقلي يضرب في الحيط هذي كهي المشكل نحنا معنش نظرة استيباقية نحنا التوى معناها حتى المودنزات ويهدو كونشي معنا نتري تري زان غط معنا بعدين نمشي وجو لجو معنش منش شنو ينجم يصير في المستقبل شنو ينجم يصير في الفتر السياس مبنية على اليوم كيفش كان اليوم صفاح نرخف الإجراءات كان اليوم صفاح نحنا تاوى اليوم خير 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 حتى بعدد 88 وفاة 1400 تقريبا عدو جديد ليس كاتستخف هي كاتستخف كان 80 تونس يموت 88 حتى عشر تونس يموت معنا كل نهار معنا كاتستخف نحكي لك في التندانس في التندانس نحنا كيفش كي عملوا الإجراءات فما صرتو القصة متاع القرايا كي قصوا التليم ذا القرايا وقضيوا الإجراءات هذو عملنا 103 عدد وفاة 107 119 119 الأكثر من ذلك سرة الانعاش موجود الوكسيجين نقص غير ذلك كنت طالعة طالعة كبيرة كي يأخذوا الإجراءات هذو قم ديجا طيحنها شوي مانها ولينا نعمل في دي شيفر متاع أم بلاتو عالي الموتا والمصابين والي يدخلوا للانعاش وشي قعدوا ما عادش يتزيدوا ميقادوا كل هار برش اللي هذي كنت تزيدوا ثلاثة جمعات هكية معنى رايس هكير تاوت يعمل القراية والكوفر فو منعونا شوي لكن طال من اللجنة العلمية طرحت أنه نرجع للقراية أنت لقل من هر في القاد لي هذا حاجة معنى إجرامية في حق معنى ما معنى إجرامية دكتور زكري إجرامية معنى أنا كنقول لك راه فما دي زيتود هبطوا من جويليا الماضي يعني مش حاجة جديدة جويليا معنى عام نيو 2020 يقول لك أنه صغير يعدي بين عشرة ومئة مرة أكثر من العبد الكبير سيفغير ما يظهر عليه الأعراض أما هو يعدي أكثر أكثر من الكبير وم يجيب لك الفيروس يعدي في عائل يعد في أم ويعد في ممات ويعد في العباد يعني اللي دايرين بي شنو الأفنيغ معنى شنو المستقبل متاع الصغار هذو اللي نهاريخر بشي تربيه معنى بالكولبابيريتي أنه منه هو على خطر هو معنى هو سبب في وفاة مثلا أم ولا في ممات ولا عجل ينجمع الصغار هذو يضر الأسرة التربوية معنى بانسور بانسور ونحن شفنا معنى قديش معنى الأسرة التربوية هل زكريا بوغيري يقول لا للعودة المدرسية والعملية عمليات إجرامية ترتقي إلى عمليات إجرامية هكذا يشد صحيح في الحول هذا العودة الجميعية كيف 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 هوره لازم نفهم أنه السيطوات هذية متاع الكوفيد ما نجم ما عادش نجم نتحملوها أكثر عنا توا عام عايشينها كيف مانيش عايشين عايشين اشتر عيشة لا الاقتصاد ماشي لما نعنا العباد لحد شي لازمنا نبدله استراتيجي ماليك في استراتيجية عايش هاي وراتلي هي فاش لتا استراتيجية هذي نرجع لستراتيجية الصفر كوفيد نقتلو الفيريوس كمبليت ما كيف نقتلو أول حاجة الحجر الصحي ويقعد للمدة زمانية كاملة وباش يقعد للمدة هذيك لازم الدولة تتحمس ويتوكل للشعب تتصرف معناها تكون الأولوية متاع الأولوية متاع أنو العباد ما تجوع وحاجة أخرى زادة معنا حاجة ما تدخلش للمخت وعملين نحنا حجر صحي شامل ومن جهة الأخرى لحدود محلولة يخي شنو ما هذو المصروف متاع الكوفيد اللي قاعدين ندخل فيه كل نهار في الإنعاش عدويات وعلى الواحد وكل شي أكثر بألف المره من المصروف اللي دخلوا هنا معناها السياح اللي جايين بسان أروب بسان أروب معناها وشيقوا في الوتيل وما يعملون حد شي لازم نبدل استراتيجي المغرب المغرب يزيد بلد سياحي معناها مش نحنا معناها نزيد على المغرب معناها في السياح أو الحار المغرب كيف كيف مي كميم المغرب قتلك أنا طنك فام الكوفيد ما فاميش سيزان توريستي وداير إذا شان يصار عملي حلو هما سيزان توريستي مالعباد ما جيتهم جاهم كالك بخصان أكت شوية عبادة اللي جاهم عدونا رجعونا الوابئ هذي لربحنا للفلوس متاع توريست وخسرنا صحة الشعب التونسي وخسرنا الاقتصاد متاع الشعب التونسي لكن هوا بعض البلدان اللي خلات القراية تمشي بعض البلدان خلات القراية تمشي وخلات أيضا الحدود مفتوحة مع بعض البلدان الأخرى وإجراءات متاع حجر صحي حبر ما يجيهم الزاير أو السياح لأمور ما وصلتش للخطورة اللي وصلنا لها هو نجمو نحلو الحدود ما كان مش نحلو الحدود شنو معنات نحلو الحدود أما نعملو حجر صحي إجباري لمدة ثلاثة جماعات لأي واحد يجي من البرة وقتها أوكي وقتها تقولي أي واحد جي من البرة نعملو كان في الموم بتاع ثلاثة جماعات وبيسير قبل ما يدخل وبيسير ما يخرج نقول لك مثال مرحبا بي نور ملمون تسعة وتسعين فاصل تسعة بالمئة ما بشير حتى مشكلة وكان صارت مشكلة لازم نكون غي أكتيف وديريكت نتسكر البلاد معنا المدينة من هارلولين كي ما عملت الشين الشين طوا معندها صفر معندها معنده معنده دوزين فاق جملة وعدة عندها فاق بركة صارت مي كمين فك البرتية الثانية معنا وقتين عاملين يحميوا في الحدود متاحا صاروا ستة ولا سبعة مرات القاو دوت خواك كالقاو زو ثلاثة من ناس البلاد كلها تسكر تسكر أربع خمسة ومبعد عطر ديريكت احنا جيتنا عطلة العيد في عطلة العيد شي يجبنا نعم لو احنا في كون في كور فو الدنيا الكل يقول عيد وعيد اسلام وعيد بش نمشي نطل على الوالد والوالد وعلى كذا يجبني نعملها حتى ناس تحضر في روح كيف تفصع وتمشي ودرشنو الشي لزمنا نعمل وش ننزل على قلوبنا وما نمشي وش نعيد وبالتاليفون فقط مش لازم نخرج ونبقى واللا الاربع يام والخمس يام مليوم مربع وخميس لازم يعرفون ما هي راي خطيرة لا يستفاد لك راي خطيرة نسبة الخطورة نسبة الخطورة نحن نقول الكوفيد يقتل واحد على ميت شخص المصيب هذا 1% المقتالي المشكلة 1% تحسب معها البيبيات والوالد الصغار ومعنى هاللي جنرال ما تصير لهم مش مشاكل معنى هام تعايموت وكل ما هي تحسب المختلطية عند العباد الكبار راي مختلطية تفجأ تطلع لك في 20 30% فوق العباد يعني فوق 75 سنين يعني عبد على خمسة يمرض بالفيروس هذا يموت موش يمرض البريطانية وليتمس كل الأعمار معنى والبريطانية والسولة اللي تجد دوما ونقص هذا في الأعمار معنى والليت الخطورة أكثر في الأعمار ما أصغر هل تعتقد كما البعض قاعدين يقولوا أنه ما نستغربوش لو كان الهندية تدور في تونس سلالة الهندية وإلا لا مزالت مع الناس سلالة الهندية والحمد لله شو الهند شاسما تزير تزير جارتنا تزير عند عام مسكرة على العالم كامل لا يدخل حد ما يخرج حد عندهم بوين فابل وحيد الوين فابل هو تونس حالين فما شوية ديزيشانج يصيروا متعباد يدخلوا يخرجوا من تونس إبان زير توا عندها سلالة الهندية دانك منين داخلت لها سلالة الهندية تجم تكون كن من تونس دانك باللوجيك ما زالوا ملقوا هاش سلالة الهندية في اللي تايست متاحة معناه ما باللوجيك سلالة الهندية ديجا وجودة في تونس سيختو أنا كنشوف الإجراءات معناه البيسير نعملو في في تونس وقال يعطي فينا نيجاتيف وإحنا عنا أعراض متاع الكوفيد معناه ما يشمش ما يدوقش الفشل للشكل لو جيعة الراس وغيرها ديجا هذي حاجة ميساج مهم لازم العبيد يفهمو خطب برش عبيد يعمل تيست بعد يلقى تيست نيجاتيف يقولك سيبا ما عنديش الكورونا لا بيس لأ رهو الكورونا اللي سيني كلينيك معناها أهم بألف مرة من البيسير معناه كان عندك السخانة والمتشمش ولا دياري ولا أي سيني معناه متاع الفيروس قاعد يدور روما فما كان الكورونا اللي قادت دور ما عادش فما غريب في العالم كامل ما عادش فما غريب دونك أي سيني معناه متاع غريب ولا متاع حاجة هكيكة رهي سي الكورونا المشكلة أنه البيسير رهي من قبل من الموجة الأولى من الفيروس القدي كانت كي تعمل بسير العشرة من الناس يبدوا حاملين الفيروس ثلاثة منهم بشتلقها نيجاتيف اسمهم الفو نيجاتيف هذوم تبع له تاست الويماء طوى بالفاريان جدد هذوم بالسولالات جدد والليت أكثر النسبة طوى معناها بارش عبيد معناها يجيو يبدأ عنده لسيني الكل أما كي تعملوا التحليل تقاها نيجاتيف عليش على خاطر فما دي بارتي البيسير هي جنية تعمل جي تعقل الجنوم معناها معلومة جنية متاع الفيروس هذك كان في البيسير اللي هي تفركس فيها هيا البيسير هذك صارت تحول صغير دونك هي تجي بشتلسق أه ما تلسقش دونك ما تعمل لكش البوزيتيف التاست هذك الويش توا دو بلوس ون بلوس قاعدين نشوفو في التاست نيجاتيف دونك العبيد أي واضح الحاجة الأخرى اللي نقول عليها هل كيف واحد معناها يتوفى والله يرحمهم اللي يتوفى وربي يتطول في عمار التواصل كل بالكورونا يقول لكم فيها معادش عادي ومعادش فهمة مضرة خلينا ندفنوه بالطريقة العادية وبعاداتنا وبتقاليدنا ونعملوا الفرق ونعملوا كذا هل بالمجد كيف يتوفى ينتهي معادش عادي نعرف توجع توجع وميحبوش يقولو ولو يخبيو فما ناس يمرض ويخليوه في الدار ويموت في الدار ويقولو ما ماتش بالكوفيد معناها برشا 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 عبيد الكيكة معناها ميراو غالط معناها حتى كينها توجع معناها أنك كيكة بشتدفن قريبك معناها بريتو معناها صعيبة صعيبة من حب منناوها حتى تونسي عدوك ما تتمنهلوش معناها حسب الدراسات ثمانية وثلاثين ساعة معناها من بعد الموت مازالوا فما الفيروس معناها يخرج يخرج معناها في الهوية معناها يتبخر من الجلدة خطر هو الفيروس يحس أنه عبدا ذيكا ميت ذاكي يحب يخرج يعود يخرج من السلول متاع البدن مش يخرج واذاك الويش الكوغ بيدو هو يعدي حتى كين ما يتنفس خطنقولو نحنا يتعدى بالنفس معنا هو يخرج حتى من السلول متاع الجلدة متاع أي بلاسة معنا هو فما رأوا الفيروس رأوا يصن انكور بلس انتليجن مالي نتصوروهم أذكا مالي نتصوروهم فما دعمين ثلاثة ستالي قالو حتى الفيروس يعني الفاج ذوما يزن بروف أنهم ينجموا يحكي وما بينات بعضهم يعطيوا دي مساج ما بينات بعضهم تفهم طبيعة قدش حاجة قوية برشا يفهموا مثلا أن السلول تعبيت برشا توا السلول هذه ما زلت معبيا برشا توا يجي نصنع أكثر فيروس قبل أن نخرج حاجة يلعب يموت كيف يفهموا أن العبد ميت وقت يقول نخرج من هذا نحاول نشوف بلانت واحد أخرى نمش بلان فالعدوى تكون موجودة قلت التلقيح وصلنا العدد خارق العدد تضحك عنه شيء شيء حشم المغرب بما معنى حشم المغرب في جماعتين عملوا زوزملي المغرب لا تنسيش التي دخلت في التجربة السريرية الودانية على التلقيح وبالتالي تحصلت على التلقيح أخذات أولى وهي في الحصول على التلقيح نحن لا نتخلنش في التجربة السريرية نحن لا نشري نحن لا نشري في التلقيح نحن لا نشري نحن لا نشري نحن معاملين يا كريم متاع الله دائرين يعطينا تلقيح بربي يعطينا تلقيح بيانسور كما تحبش تصرف فلوس بيانسور تقعد تستنى يكذو ما عنديش فلوس عندك فلوس عندك فلوس أنك تقعد في الأزمة هذية معنى ما أكثر فلوس لتصرف فيها معنى على 30 ألف متاع فاكسين على مواطن ولا الأكسجين والريانيماسيون والدويات وكل شيء معنى أكثر فلوس نرجع المشكلة مشكلة بيلوتاج مشكلة بيلوتاج مشكلة بيزيون معنى بيزيون العبيدة دوم ما معنى يخاموا قدم خشامهم يراوش بعيد على الخطوة هذية في التلقيح وقت اش نكمله اللقح الستين ولا سبعين في المئة متوانس طوعان نحن شهرين نعملنا 300 ألف شخص معنى جرعتين لازمنا خمسة سنين لازمنا خمسة سنين بش نوصلوا اللقح ومعنى نسبة كيفية أنها تتوقف التلقيح بنسبة 60 ولا 70% يمنعنا من الكوفيد وحده صعيب شي لزم معه لازم إجراءات متاع حجر صحي مع التلقيح لازم إجراءات متاع الحجر صحي مع التلقيح لازم إجراءات متاع حجر صحي قبل التلقيح شفتنا بلدين قبل ما تلقح تعمل حجر الصح على خاطر كامش تلقح التلقيح هو لشنو يصلح يصلح أنه ما يخلي لكش إبيديمية جديدة تعود تندلع عندك ماناعة معنىها كبيرة في البلاس حتى يدخل الفيروس ديريكتما يموت معنى ممكن مزو سلسة من الناس وبعد يتنحق واحد وواحده خطر الباناعة متاع العباد موجودة وتقتلوا وحصوروا معدش عندو ويني حاوس دانك لنبش أنو تصير لك إبيديمية جديدة مي شنو اللي يقتل لك إبيديمية قديمة موجودة معنى هي اللي مزو قمتاع الكون في المو متاع الحجر الصحي شامل وان بلوس كن بجتعمل انتي vaccination على une circulation معنىها كبيرة متاع فيروس شمعنى معنى عندك دي مليار دو كوبي موجودين متاع الويروس وجي تقول لهم ايجيو انتو من كلكم هاي ايجيو نشوفوا منكم شكول لي بشي نجم يحارب الفاكسن هذي تعاون فيهم اندي تعاون فيهم انك تسيليكسيوني دي موتان يعني سولالة جديدة متحولها جديدة اللي تنجم تحارب بالفاكسن هذا كل ويش دانجغو معنى هذه التراتيجية هذي يعني ما تعملش الفاكسن خير وإذا كنا مش تعمل معاها ما قبل وما يسق لازم تعمل الفاكسن اما لازم تعمل معاها كونفينمان واضح لازم تعمل معاها كونفينمان وهذا شنو شفنا شفنا انو بريطانيا مثلا كعملت كونفينمان مع الفاكسن نجحت نشوفوا انو الشيلي مثلا عملت فاكسن نفس الشيفر متاع بريطانيا اما ما عملتش الحجر الصحي وفشلت اتهموك انك فجعتت وانسا من اللولوق اللي خلاش تعطيت ارقام ترعب اي 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 انا بدي كنت مفجوع منهم الارقام هذوكم مايش انا اللي صناعت الفيروس هذا مايش انا اللي صناعت الحقيقة هذي انا جوز عملت من مودنزازون ماتماتي سي سي تيرو فير تعودت تصرح بالارقام هذي بانسور نسبة الخامش الخطاء كان كبير عنك لي لي با دوتو هذي شو هابر شو يسألك عليش خاطر صارت ببرشة معناها مغالطات في الحكاية هذي اناك خرجت عام نيول نهار ستاش مارس عام نيول كانت فامة صفر حالة صفر ميت في تونس واربع وعشرين حالة قلت راهو كان بش نواصلوا في الثنية هذي راهو آلاف التونسة بش تموت راهو عشرات آلاف مئة آلاف تنجم تموت معناها من الفيروس هذي با كنت كان نعملو حجر صح وعطيت عطيت الدات قلت كان نعملو حجر صحي لفانتوا مارس راهو بش يموتون خمسة وخمسين تونسي في الموجة الأولى قديش ميت من واحد حوالي خمسين أكيد خمسين تونسي دونك ريشيفر ما فاميش آآ مانها نسبة الخطأ ضعيفة ضعيفة جدا معنا بالعكس مشي قد قد معناه بي في الموجة هذي اللي هي الثالثة نسألوها في انتظار الرعب لحظة بيت اللي عندك هو زكريا بوغير عندو إكوشنو قالوي ماتيماتيك صحيحة 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 نخدم دعير معناه حتى بك اللابورة بيوماتيماتيك مثل ستور بستور 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 حتى مم فما دي شخشور internationو نخدم معهم معناه على اللوجسي هي تطبيقة تطبيقة معناه انفرماتيك داخل لها للي الهي الهي داخل دخل زد شوية انتلجence أرتيف لفهم ونجعلها تفهم باقتر دي دوني متاع تونس قاديش فهم في الحقيقة معناها من كاو قاديش تنجم توصلنا وقاديش معناها شنية الديناميك متاع الإبيديمي هذين تاوى كنخدم اللوجيسيال تاوى تاوى نلقى معناها أنه كن ما نعملوش الحجر صحي معنا كان نلايف تاوى للمزور ونسيبوهم على روحه نجمو نصف سبعين الف انتون سيموت سبعين الف بخلف اللي عندنا الرقم متحداش نالف ويش بريس كتناش نالف تاو نزيدو على يوم ستين الف هذا كان نحي ولمزور مش كان ننواصلو بالحجر الصحي والإجرائيات مغير إجرائيات مغير إجرائيات نجمو نقصو ستين الف انتون سيموت إذا كان نعملو الإجرائيات متاع الحجر الصحي خمسة واربعين يوم ونطبق كما يجب ونعطيو معناها المرافقة الاجتماعيين نعطيو فلوس للتوينس نوكلوهم ونشربوهم وما نخلوهم شي عانيهم معناها بشيخرجوا ويجريوا على الخبزة ما ننجمو ننواصلو؟ ما حسبتهش توا إجزاكتما قديش ما أبقى؟ ما أبقى يتزيدونا ألفين يوالي الوضع ديزلون تحت السيطرة يوالي تحت السيطرة دلوان عندو كان توفة المهم جست نيخذوا الإجرائيات الليزمية وباش نيخذوا الإجرائيات الليزمية لازمون يكونوا ويعين هما معناها في الحكومة لازم يستعرفوا أول حاج بهم غلطوا متخد بش جيل الشعب تقولو تعوى شد الدار وكل شيء تقولوا سمحني أنا غلط في بيدي نجم نتعايش مع الفيروس طلعت لي من نجمو نتعايش وكان يقول الكلام هذي يكبر في عين الشعب لأن الفيروس ما نعرفوه هو تعامل معه باجتهاد موش يحب يقتل التوانس اجتهد وقتا نجمو نسيحو فقل اجتهاد ما جيبش أما هكية ما كش بش تلقى معناها لأديزيون تلعبيت أي معناها تطلب من السيد رئيس الحكومة يطلب اسميح أي نطلب سيد رئيس الجمهورية كيف كيف يطلبوا اسميح زوز خاطر غلطوا في حق الشعب التونسي هل هم يتحملوا مسؤولية العداد متاع الوفاية اللي عنها بانسور يتحملوا مسؤولية سياسية من جهة يتحملوا مسؤولية الأخلاقي ويتحملوا زادة مسؤولية جزائية رهون هاريخر نجمو معناها يتحاكموا على اللي عملو خاطر مش من حقهم أنهم يقروا أنه 11 ألف تونسي معناها حكاية فارغة معناها النورمال أنا نضحيوا بها ذكرك حاتم رأوا شيفر ذا متحد 11 ألف برشا وكل مية كنا نرجعوا لأكتوبر ورئيس الحكومة خرجنا وقت وقال لنا رأوا الموج معناها رأوا الفيروس هذي بشي قتلنا سبعة لف ثمانية لف تونسي وقتنا نحنا مزلنا عنا أقل من ألف معناها خمسمائية ظليون أربع مية في تونسي وقال لنا فما سبعة لف تونسي بشي يموتوا وما نجمع نعمل ملوح حد شي بش نخليهم يموتوا وخلاهم يموتوا وفوتناهم لشي في المتاعهم دونك هما قرروا أن وحيط الإنسان مهيش ينسي فيزاند بنحميوها ذاهم عندهم مش لحق فيها شكرا لك دكتور زكريا بوغيرا يعطيك الساحة لكل هذه المعطيات نبقى متواصلين مع بعضنا إذا كلا فما يضاف نجمع نضيفها في الأيامات القريبة القادمة إن شاء الله لسادة المسلمين حتى يخطوا فكرة على كل الأراء بطبيعة حالة إحنا إذا قاعدين نشغلوا عليه نقدموا كل الأراء قدمنا من لجنة العلمية من لجنة الطبية من اللي جل الكل وقدمنا أيضا الأصوات الحرة كما دكتور زكريا بوغيرا شاء الله يومك سعيد كل عموة حيب خير وعيدكم مبروك شكرا لك عشك